مع دخول منتصف شهر الأول من عام 2019، لا يزال الغموض وعدم الوضوح يكتنفان قيمة الميزانية العامة للدولة لعام 2019، اذ تضرب تصريحات بعض المسؤولين حول القيمة الفعلية لميزانية السنة الجارية. محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أفاد لقناة ليبيا الأحرار على هامش الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي الليبي في تونس أفاد بأنه لم يجري تحديد قيمة ميزانية هذا العام إلى حد اللحظة. هو طبعا يعني قاضي لم تقدم رقام حقيقية لعند اليوم، طبعا هنا تواصلنا مع الأخوة في المجلس الرئاسي من أكتوبر ونوفمبر طالبين نعجله باستكمال الميزانية 2019 قبل الدخول في سنة 2019، لكن بكل أسف نظر الظروف ربما مرت بها وزارة المالية، نأمل بالفعل أن يتم استدراك الأمر والتعجيل باعتماد ميزانية 2019. من جانبه كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيغ أن الحاضرين في اجتماع تونس اتفقوا على أن تتراوح قيمة الميزانية العامة للدولة العام الجاري ما بين 47 و51 مليار دينار ليبيا. نحن نتكلم عن الميزانية ستكون ما بين 47 مليار دينار إلى 51 مليار دينار. هناك معاملة خاصة لبعض المشاريع التنموية. تصريحات معيتيغ أكدتها عضو المجلس الأعلى للدولة نعيم الحامي التي صرحت عبر قناة ليبيا الأحرار أن ميزانية عام 2019 ستعتمد في مارس المقبل بعد الاتفاق مع المجلس الرئاسي ومصر في ليبيا المركزية. تهاده اللحظة لازالت لم تعتمد نهائياً الميزانية. نتوقع اعتمادها في مارس وذلك مطلبة من الحكومة ومن مصر في ليبيا المركزي اعتماد الميزانية في 2019. ومع تضارب التصريحات بشأن ميزانية العام الجاري طالب معيتيغ الحكومة المؤقتة بالمنطقة الشرقية بضرورة الالتزام بأوجه الصرف المدرجة في بوابة الميزانية المعدة من طرف حكومة الوفاق الوطنية. ترجمة نانسي قنقر